السلام عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط أهلا بكم في درس جديد أعزائي متابعي القناة الجدد شرفتوني ونورتوني في القناة لا تنسوش إخوتي الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس وتساهموا في نشر القناة إن شاء الله تابعوا معي اليوم صفحة رقم 10 أعطني ديكريتور أعطني ديكريتور كانت فقط وسائل للعمل ستا دير دي ماشين اكالكولي او ااكرير بمعنى الات للحساب و الكتاب پوركو انتيل انوائي نوتر في لماذا هي اجتاحة او اكتساحة حياتنا وانوائي معنى اكتساحة او اجتاحة للمسؤول هو هل تطور الانترنت او اتحن Filipino هل تضرب Strange او اخذف في جميع ميادين الحيات Les gens peuvent travailler depuis leur domicile car les réseaux de communication sont de plus en plus rapides Grâce à cela, l'ordinateur occupe aujourd'hui la pièce centrale de la maison Il sert de télévision, de manétoscope ou de téléphone En fait, le computer fonctionne aujourd'hui la pièce de télévision et nous l'utiliser comme un smartphone de télévision et aussi un smartphone de manétoscope qui est un smartphone de la vidéo et aussi un smartphone de héritage Voilà, ce qui concerne le scherchel Il s'agit d'un smartphone de l'éducation Les progrès de la science, édition LLC 2009 Quel est le smartphone de l'éducation ? Je comprends et j'explique le texte Numéro 1 Quel est l'objet qui a envoyé notre vie ? Quel est l'objet qui a envoyé notre vie ? Il s'agit de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Il s'agit d'un smartphone de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Car les réseaux de communication sont de plus en plus rapides C'est l'expression de cause Grâce à cela, l'ordinateur occupe aujourd'hui la pièce centrale de la maison هادي الجملة هادي و الجملة هادي 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 هما les deux expressions de cause لكي نفرنس voilà نمیرو 4 ركوبي ركوبي لفراز كنتنان اون رفورمولاشن استخرج الجملة التي تحتوي على رفورمولاشن رفورمولاشن كي ما شفناها في الدرس السابق نستعملو فيها ستا دير و او هذه الإبارات ستا دير نستعملوهم بسببس وشكل إبارات أخرى شفناها هنا في د threaded عندنا ستا دير د vec ماشين انا عقالكولي او انا اخري هادي ها رفورمولاشن هاي د ها رفورمولاشن بحن انчит بحن هذه الإبارات هي د 43 دATORVA smile يثا دكุ دفش يعني أدوات للعمل بمعنى آخر آلات للحساب والكتاب voilà هذه هي la reformulation مثلا في الامتحان أو الفرد يطلب منك استخراج une reformulation ستبحث على ستا جير أو أترمان دي والجملة اللي منورها هذه هي la reformulation voilà question numéro 5 اكريت une phrase pour conclure ce texte اكتب جملة اللي انها هذا النص أو يعني دي تلخيز هذا النص رح نعطيكم مثل من عنده أو حولو تكسبو جملة خاصة بكم voilà مثل كتالي finalement les fonctions de l'ordinateur sont tellement grandes qu'il nous est devenu indispensable dans notre vie quotidienne voilà هذه الجملة يعني درتها في نهاية هذا النص معنتها أنه في النهاية يعني وظائف الكمبيوتر المتعددة أصبحت يعني ضرورية جدا في حياتنا اليومية voilà هذا فيما يخص la première activité ننتقل إلى لدوزيام لدوزيام اكتيفيت تبا معايا لي وياج فورم لاجناس يعني السفر تكون الشباب أو يعني تزيدوا من يعني من قدراتهم وتنمي تفكيرهم هذا هو المقصود من هذا العنوان شكرا لدوزيام يعني لدوزيام تزيدوا من قدراتهم تزيدوا من قدراتهم بعنوان ومن المستحسن أنكم تكتبوا النموذج تاعكم باش تتعودوا على كتابة الوضعيات الإدماجية يعني هذا هو الهدف من هاد اليوم أو من درس اليوم هو أنه التلميذ يتدرب ويتعود على كتابة الوضعيات ويمكن لديه هنا نموذج لي هاد يعني هاد لَّاَرَوْيَخْيَتَ وَلَا سَبْوَا مَعَيَا لَوَيَاجِ يَعنِي قَالتَ يعني السفر بالغتار Le train est un moyen de transport qui circule sur des rails voyager en train offre beaucoup davantage tout d'abord il est confortable أكثر من التعامل نجيزع الوقت للمشاهدة المنزل ومن ثمًا وفقامل على البطرة المنزل ثبت لكم فيها جهد الأكثر على سكر الحديدية السفر بالقطار يمنح لنا الكثير من المزايا أولا هو مريح جدا كذلك يسمح لنا بربح الوقت وكذلك يسمح لنا بالتمتع بالمناظر الطبيعية في النهاية القطار هو أسرع من السيارة يعني هذا فيها تلخيص لتعريف القطار ومزايا السفر بالقطار نتمنى كو سي بيان كلار نتمنى تكونوا فهمتوه وحاولوا تكسبوا نموذج الخاص بكم ننتقل إلى صفحة الموالية الأطفال كلار، أسرع من الثقصة لها أسرع من المزايا الأطفال خارج من المزايا أكبر من المزايا فيها ، أسرع مجال أسرع من المزايا في المناسبة التي تتحدثت بالطبع يعني المطلوب هنا أنك تكسب رسالة تبعثها إلى جدك تشرح فيها يعني استعمالاتك للإنترنت أو فيما ذا أفادتك للإنترنت فيما يخص بالتحديد الدراسة يعني voilà رح نكسبو نلتر نستعينو بالقفر أمو باشي سهل علينا المهمة سبع معايا عندنا لنو لأقضيناتر الكمبيوتر la vie الحياة لتليفون الهاتف لتليفز التلفاز الانترنت لقوتيديا اليومي لقوتيديا يعني الدوائس نستعملو يعني في الألعاب الإلكترانية لكتر دو دي لكتر 1P3 لأباري فوتو نمريك يعني ألستصوير الرقمية عندنا لنهي برب شانجي ماتو يتغير بولورسي يتبدل يعني أو ينقلب موضيفي يغير فاصلتي يسهل دیکوفر يكتشف أبخاند يتعلم رقارد يندر إكوتى يستمع جوى يلعب تخفايا يعمل اتلزي يستعمل الزادكتف فاصل سهل مودرن حديث رابيد سريع أتل مفيد أو نافع كوران حالي أو حالية عبتشوال معتاد انترسان مهم لوجيك يعني ترفيهي أو مريح متاحة متنقلة أو محمولة هذا فيما يخص لكم حاولوا أنكم تستعينوا ببعض الكلمات حتى تكون في المستوى أما فيما يخص هذا الجدول راح نقرأ مجموعة يعني المعطيات اللي راحي هنا في الجدول ونحطو نقرأ على نقرأ يعني إذا كان هاد استعملت في تحط نحط نحط ونبعد تقيم تحط لدرس راح نعطيكم من أجمبل على نلتر تتبعهم مجموعة 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 وسيلة رائعة للعمل المدرسي يعني أستطيع أن أقوم بأبحاث لأحضر دروسي وكذلك مواضيع الفروض والاختبارات ثم ألعب ألعاب يعني إلكترونية تربوية مع أصدقائي نتنكيت بابابي يعني ما تقلق شروحك نتنكيت بابابي أنا ما نروح يعني ندخل غير لسيت يعني أو المواقع اللي تكون سريو يعني جادة وأمي وأبي يراقبونني عن قرب يعني أقبيلك يا جدي أو أحييك يا جدي هذه هي نص الرسالة يعني هذا نموذج اعتبره مثال لكم وحاولوا ديروا نموذج الخاص بكم بهذا نكون أعزائي تلاميذ وصلت لنهاية درس اليوم نتمنى يكون درس سهل عليكم وفهمتوه ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة